القضاء المختلفة. تياري اللي هتشوفو ده عجبني جدا في حكاية الفصال. الفصال هي يعني عادة في البيع والشراء يعني. لكن هتشوفو الناس اللي هي اللي هو التاجر الست البسيطة اللي بيتبيع مثلا الجرجير او اللمون. فتقول لك يعني الناس بتجي تفاصل معايا انا. مع ان انا غلبانة يعني زيهم يعني. ويقول لك هو بيبقى بيشتري الجنباري والسمك هو يفصلش يعني. او يجيب لابنه عربية لكن يجي عند السلع البسيطة دي. تقرير بسيط جدا يعبر عن آه الغلاء وفي نفس الوقت حالة عن تاجر كمان بسيط زيه زي المواطن البسيط. اهيه لا 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 اهيه انا جايبا مدينيش بجنيه انا اهيه مجليه. خلاص انت حرة في بطاعتك. هاتي منه تاني. هاتي منه تاني بس هو سؤال. شكرا 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 سلام عليك. عجبني. عجبين عليك يا زمن بترسك ناس على البر. ونستيكو في البحر عاشو العذاب وعامر. ونستيكو في البحر عاشو العذاب وعامر. ملازمة لكل عملية بيع وشراء مهما تدنى ثمن السلعة. انها ظاهرة الفصال التي ارتبطت بالمصريين حتى كادت تكون طبعا او عادة من عاداتهم. يستفز الفصال بشكل خاص الباعة البسطاء. ممن يكون لديهم هامش ربح ضعيف جدا من تجارتهم التي يعيشون عليها. يشتري بالموع من الجنيه سمك. يشتري بالخمسمية جنيه ستم والجنيه سمك. ويجي على ربطة الجرجيل. انا اخدها بخمسة نرش. طب انا جايبها بخمسة نرش. في اي مكان تيجي تلاقي نفسك انه هو مثلا بيقولك ديت بعشرة جنيه. ليه عشرة جنيه هما سبعة جنيه. ولازم ينزل منه اي حاجة. ممكن يجيب الجنباري بمئتين وخمسين جنيه كيل. ويفاصل معايا على بريزة على شرين على الربع جنيه. بفاصل. هعمل ايه? والله بيطلعوا رحنا بفكرنا ان احنا بنجبش ونجيب اينا نبيع لهم. احنا بنبيع الكار مسلا بخمسة. يقار نفسه العبور بكام. ويعملوا فرق الموازين. ويعملوا فرق المواصلات. ولو متعيشنا. والدراهب والنور الكلام من ده ويقول لي بيعوا الكام. انا لو جبت الخيار باربعة جنيه وبيعت وقمسة اخصى. يعني انا لما راح اجيب السببها دلوقتي من العبور. لما اخذي الديني دي بجنيه ونص. ما شالها قد ايه. ما شالها قد ايه. العربية اللي حجيبها قد ايه. العربية بتاخد ميتين جنيه دلوقتي. اقول لهم ارحمونا شوية. خليكوا احنا ينين علينا. خليكوا كويسين. ايديكوا سخية لنا. عشان احنا كمان نعيش ده ما انتم عايشين. انت اتاخدوا تسعمية جنيه. وانت اتفعي جار خمسمية ستمية. يتبقى لك اربعة اربعمية جنيه. تتفعي نور ولا غاز ولا مية. تعملي ايه. الغالبان دايما كده من صعب.